موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام ورمضان كريم إن شاء الله مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة اليوم هو الثاني عشر من شهر مايو للعام 2018 أحداث مهمة جرت خلال الأسبوع الماضي على الصعيدين الدولي والإكليم المحلي أبرزها إعلان الرئيس الأمريكي انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران وهو الأمر الذي توقعنا حدوثه في حلقات سابقة وأيضاً الهزة التي حدثت على إثر هذا الإعلام في المجتمع الدولي والتصعد المتبادل بين إسرائيل وإيران في سوريا وغيرها من الأحداث لكننا سنخصص هذه الحلقة لموضوع سقطرة سنتحدث عن الأبعاد المختلفة لمشكلة سقطرة أو المشكلة التي أثارها السلوك الإماراتي المستفز خلال الأيام الماضية في الجزيرة وهو طبعاً السلوك الذي واجهته الحكومة اليمنية برسالة لمجلس الأمن تشكو فيها الإمارات وما زالت الأمور تتدعى إلى حد الآن هذا هو موضوعنا لهذه الليلة كونوا معنا يمكن ما عندناش كلام جديد فوق الذي يقيل حول موضوع سقطرة خلال الأيام الماضية وسائل الإعلامة تكلمت كلام طويل وشابت الأول والآخر لكن هذه الحلقة تريد فقط لفت الانتباه أو التأكيد على مجموعة حقائق متعلقة بالموضوع سنذكرها إجمالاً وبعدين نفصلها الحقيقة الأولى هي أن المطامع في أرخبيل سقطرة مطامع كديمة ومتعددة الهوية يعني ما هيش دولة واحدة ولا دولتين اللي بيطمعوا في هذا الأرخبيل المهم والمغري بل أكثر من دولة بعضها دول مجاورة وبعضها الآخر دول كبيرة خارج الإقليم والحقيقة الثانية هي أن نظام الإمارات وغيره لن يجروا على هذا السلوك في اليمن سواء في سقطرة ولا في الجنوب بدون ما يكون في ضوء أخضر أمريكي أي أن كان هذا الضوء الأخضر يعني مش شرط أن يكون موافق على احتلال الجزيرة لكن في شراكة بتغري الإماراتيين بالتحرك وسلوك غير حصيف غير سياسي هذا طبعا ينقلنا للحقيقة الثالثة التي تقول أن موافقة أمريكا على ما يجري في المنطقة هو جزء من صفقة القرن التي أبرمتها لصالح إسرائيل مع الأنظمة العربية كل اللي بيحصل هذا جزء من صفقة القرن أو مقدمات صفقة القرن مع الدول مش كل الدول العربية أمريكا عقدت صفقة مع الدول التي قادت الثورة المضادة للربيع العربي هذه الحقيقة الثالثة أما الحقيقة الرابعة فهي أن المخططات والأطماع الأجنبية لا يمكن أن تنجح إلا إذا توفرت لها الشروط المحلية كما هو حال الناس في اليمن يعني لكن قبل ما أبدأ في النقاش اسمحوا لي أحكي حكاية شخصية تتعلق بالموضوع لهذا الدلالة يعني نحن داخلين على رمضان وما نحتاج كلام فقيل يعني في نهاية العام 2010 إذا لم تخني الذاكرة كنت أعمل في شركة خاصة للإنتاج الفني الشركة كانت في طور التأسيس وكان من ضمن أعمالي في الشركة أن أقيم بعض النصوص أنا كنت مدير معهد للتدريب الإعلامي لكن كان من ضمن الأعمال تقييم النصوص وترشيحها للإنتاج وكان بين المشاريع المطروحة مشروع فيلم سينمائي تاريخي عن جزيرة سوكترة يحكي هذا المشروع جزء بسيط من تاريخ الجزيرة في القرن الهجري الأول وصراعها مع الكراصن القادمين من أفريقيا ومع الرومان اللي كانوا داعمين لهم وغيره كان عبارة عن نص أدبي أشبه بالرواية اتفقت أنا وزميلي في لجنة تقييم النصوص على أن فكرة النص جيدة ومغرية لإنتاجه لعمل فيلم سينمائي على غرار مثلا وإسلاماه وطلبنا من الكاتب تحويل الحكاية إلى سيناريو سينمائي وفعلا راح الأخ اشتغل وعاد بعد فترة ومعه نص السيناريو لكن لما قرأناه وجدنا أنه غير مستوفي للشروط الفنية المطلوبة لفيلم فاعتذرنا له ورفضنا العمل لكن صاحب الشركة كان متحمس جدا لإنتاج هذا العمل ولهذا قررنا البحث عن أديب آخر يكتب السيناريو المهم بعدين جاء الثورة فيبراير وانتهى كل شيء الشاهد في الحكاية أنه لما سألنا صاحب الشركة من سيمول إنتاج هذا الفيلم لأنه فيلم ضخم يعني محتاج ملايين أو مئات الملايين قال هناك جهة خارجية عرضنا عليها تمويل الفيلم ووافقت وهذه الجهة ستزورنا خلال أيام في اليوم المحدد فوجئت أن الذي زارنا هو سفير دولة مجاورة كنت عرفة يعني ويعرفني من قبل وبيننا أكثر من لقاء في أكثر من مكيل وكان بصحبة السفير دولة الإمارات طبعا السفيرية على المستوى الشخصي رجل محترم ومهذب لكن إحنا شعرنا بعدم الارتياح لفكرة تمويل هذه الدولة للفيلم لماذا؟ لأنه تذكرت أن قصة الفيلم تقدم ما يشبه التأصيل التاريخي لعلاقة بين هذه الدولة دولة السفير وجزيرة سكترا كأنه في علاقة تاريخية كديمة يعني نحن نعلم أن الدول المجاورة وغير المجاورة تطمع في الحصول على هذه الجزيرة تحديدا وتبحث عن أي سنة تاريخي والقصة التي كانت في الفيلم تقول أن الجزيرة تعرضت لهجوم من قبل القراصنة فقاتل أبناؤها كانوا مسيحيين ومسلمين وكان فيه كنيسة هناك قاتل أبناؤها حتى أوشكوا على الهزيمة كادوا ينهزموا وهنا أخذت بعض فتيات الجزيرة كارب وأبحرنا إلى المكلة باعتبارها تابعا للمكلة كانت أو للمهرب في وقتها والي المكلة لطلب النجدة لكن والي المكلة لم يكن قادرا على نجدتهم آنذاك فاتجهنا إلى والي آخر كان يحكم مقاطعة إسلامية بجواره هي الآن دولة هذا السفير فسارع الوالي في هذه المقاطعة إلى نجدة الجزيرة هذا الخيط القصير في القصة هو الذي أغرى السفير بتمويل الفيلم لأن هذه المقاطعة القديمة أصبحت دولتها الآن أما حضور السفير الإماراتي هذه الجلسة فهو لغز غير مفهوم حتى الآن هذه مجرد حكاية عابرة تكشف إلى أي مدى هذه الجزيرة أو الأرخبيل وغيرها يعني من الجزر اليمنية في مختلف البحار إلى أي مدى هي محل طمع من دول متعددة عموما تعالوا إنشاء هذه المادة القصيرة التي أخذناها من اليوتيوب لأخذ فكرة سريعة عن الجزيرة مساحتها ما تتميز به ونرجع نكمل كلامنا أولا أعطيك نبذة جغرافية أو أهمية الموقع الجغرافي لهذه الجزيرة الجزيرة يبلغ مساحتها تقريبا هي عبارة عن أرخبيل تتكون من حوالي ثمان جزر أكبرها جزيرة السوق أطرا وثاني جزيرة هي جزيرة أبدالكوري تبلغ مساحة هذا الأرخبيل في حدود أرباء ألف كيلو متر مربع أي أن مساحتها تفوق مساحة البحرين ست مرات أو سبع مرات هذه الجزيرة هي أكبر جزيرة عربية من ناحية المساحة وتعد أحد أهم عشر جزر سياحية في العالم لكن الباول الإعلامي السياحي اليمني لم يكن يستطيع الترويج لهذه الجزيرة هذه الجزيرة إلى عهد قريب كانت بكر يعني لم تتغير ولم تتبدل منذ أن خلق الله الكون عليها ممكن نضيف لهذه المعلومة التي يقدموها أو لهذه المعلومات معلومة طريفة سمعتها أنا شخصيا من سكان الجزيرة عندما زرتها قبل أربع سنوات تكريبا مع بعض الأصدقاء قالوا إنها خالية تماما من الثعابين والعقارب والكلاب يعني جزيرة آمنة رومانسية أحسن من جزيرة روبانسون كروز في مسلسل فلونا هذه حقيقة أما الحقيقة الثانية في موضوع الإمارات والجزيرة فهي أن الإمارات لا تجرؤ على مثل هذه التصرفات في اليمن كما قلت بدون موافقة أمريكا والشرط يكون أن أمريكا كانت لهم روح الجزيرة ليس شرطا لماذا لا تجرؤ على عمل أي شيء من غير موافقات أمريكا أولا لأن الإمارات والسعودية دولتان معرضتان لتهديد إيران وهم ضعيفات أمام إيران في الحقيقة والدول المعرضة لتهديد من هذا النوع عادة لا تقدم على مغامرات عنترية استعمارية خارج حدودها لأن هذا سيزيد من أعبائها ومخاوفها إلا إذا كانت مسنودة بقوة كبرى تحميها يعني فيه تفاهمات بها هذه القوة مش شرط أن تكون تفاهمات تفصيلية يعني قد تكون ضوء أخضر عام وقد ذكرنا في الحلقة السابقة ما قاله تكرير مجلة الفورين بوليس الأمريكية تكرير اللي قال أن أمريكا تستعمل الإمارات والسعودية بمثابة كفازات لتنفيذ بعض أجندتها في المنطقة اللي ما تشتيش هي تقدم عليها لأن هذا يخفف عليها الكلفة الاستعمارية ولعل النظام الإماراتي يطمح في أن يكون شريك لأمريكا في هذه الأطمع خاصة أن أمريكا كانت كان لها عين على الجزيرة من قبل يعني بالرغم من أن الخارجية الأمريكية على لسان متحدثة قد أبدت عدم رضاها عن التوتر الأخير بين اليمن والإمارات على خلفية الجزيرة وطالبت أمريكا بتعزيز سيادة اليمن ووحدتها وهذا شيء تشكر عليه بالرغم من ذلك إلا أن أمريكا مع ذلك ليست بعيدة عن موضوع الجزيرة هذا لماذا؟ لأنها من عقود سابقة وهي تطمح للحصول على هذا الأرخبيل لتأسيس قاعدة عسكرية اللي كان يمنعها فقط هو النزاع المعسكرين الشرقي والغربي لكنها حصلت بالفعل على ما تريد في يناير من العام 2010 عندما منحهم علي عبدالله الصالح موافقة لإقامة قاعدة عسكرية متكاملة بحرية وجوية واستخباراتية منح الأمريكان طبعا هذا كان ضمن تفاهمات مع الأمريكان حول ملفي مكافحة الإرهاب والتوريث هو كان يقايد أمريكا هكذا أنا كافح لكم الإرهاب وإن تدعموه في ملف التوريث وبعدين كان يسوي هو الإرهاب يعني هو اللي يسوي مسرحية الإرهاب عشان يدعموه وهناك تقرير عن الجزيرة عن جزيرة سقطرة يعني قدمه المركز العربي للبحث والدراسات بالكاهرة في الفترة الأخيرة ذكر هذا التقرير ذكر الاتفاق اللي حصل بين علي عبدالله الصالح والأمريكان حنشتزئ منه هذه الفكرة فكرة اللي بتقول وفي هذا السياق عقد الجنرال ديفيد باتريوس قائد القيادة الأمريكية الوسطى في صنعاء عقد اجتماعا مع الرئيس اليمني علي عبدالله الصالح في العاصمة اليمنية الصنعاء في الثاني من يناير 2010 قبل سنة واحدة من ثورة فبراير خلف أبواب مغلقة في لقاء صورته أجهزة الإعلام آنذاك على أن الهدف منه يعني كان البحث في سبل مواجهة الإرهاب هكذا كان عنوان اللقاء في النشرات الإخبارية اجتمعوا علشان يبحثوا سبل مواجهة الإرهاب ردا على محاولة تفجير طائرة شركة نورث ويستر رحلة 253 اللي تم إحباطها في ديترويت لكن الحقيقة أن ذلك اللقاء كما تقول المجلة أو كما يقول المركز تكرر المركز كان ذلك اللقاء مخصصا بشكل رئيسي لبحث طلب الحكومة الأمريكية إقامة كاعدة عسكرية في جزيرة سقطرة وطبقا لمصادر عسكرية أمريكية فإن الرئيس اليمني وافق على تسليم الجزيرة للولايات المتحدة لإقامة كاعدة عسكرية متكاملة يعني بحرية جوية استخباراتية لتنفيذ المخطط الكامل للقاعدة الجوية والبدء في إقامة منشئات البنية الأساسية اللازمة لها كانوا بدأوا وفي مقابل تسليم سقطرة للولايات المتحدة الأمريكية كررت واشنطن آنذاك زيادة المساعدات العسكرية لليمن إلى أكثر من الضعف بلغت أكثر من 150 مليون دولار أمريكي مقابل 70 مليون دولار يعني كانت لا أتذكر الآن بشكل دقيق لكنها زادت إلى الضعف وبذلك تكون المساعدات العسكرية والأمنية الأمريكية لليمن قد زادت بمقدار 14 مرة تقريبا يعني 150 ألف إلى كذا كذا مليون 14 ضعف مقاررة بما كانت عليه في العام 2006 هذا بسبب موافقة علي عبدالله صالح على منحهم للجزيرة ثم أضاف التقرير معلومة لافتة للانتباه هذه المعلومة تقول إنه في أعقاب هذه الصفقة قام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بإستار قرار بتعيين اللواء حسين خيران كائدا للواء الأول في سقطرة وهو طبعا أحد خلصاء صالح يعني أحد المكرربين له ليكون هذا الخيران ليكون مفوضا منه في متابعة الأعمال الهندسية العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة في سقطرة كان هو المفوض من قبل علي عبدالله صالح أين اللافت في الموضوع؟ اللافت أنه بعد أن سيطر الحوثيون على الصنعاء بالتحالف مع علي عبدالله صالح فإنهم ألكوا القبض على اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع وعينوا اللواء حسين خيران مكانا مسؤول عن الجيش اليمني هذا الوزن الذي يتمتع به اللواء حسين خيران يؤكد الأهمية التي كان صالح يوليها له للقاعدة العسكرية الأمريكية الجديدة في سقطرة والسؤال السؤال هو هل اختيار الحوثيين لحسين خيران له علاقة بعلاقتهم مع الأمريكان؟ هل له علاقة بهذا الموضوع؟ نحن عارفين أن الحوثيين دخلوا صنعاء بضوء أخضر أمريكي لأهداف تكلمنا عنها من قبل كثيرا وعلى الأرجح تم بتنسيق مباشر لأنه مشروع مكافعة الإرهاب والمسرحية هذه اللي داخل فيها كل من أراد أن يتكرر من أمريكا فهل كان خيران أحد المنسقين مثلا؟ الله أعلم أما الحقيقة الثالثة فهي أن الموافقة الأمريكية على سلوك النظام الإماراتي المعادي للشعوب العربية لا يمكن فهمها إلا ضمن ما يسمى بصفقة القرن الصفقة التي تكشفت لنا بعض معالمها فقط يعني من هذه المعالم إخضاع الشعوب المنطقة بالقوة الكاهرة علشان تسلم يحرموها من الحقوق المدنية والسياسية بما فيها يعني انهاء مشاريع الديمقراطية في بعض بلتان الوطن العربي أو في معظمها ومن ضمنها أيضا تغيير الهوية المذهبية والثقافية لأبناء هذه المنطقة في سياك جرهم إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني في برنامج عمل بتنفذ هذه الدول الآن لتغيير هوية المنطقة من أجل التطبيع الإمارات والسعودية يعني تريد أن تحصل على الحماية الأمريكية وبعض الفتات الفتات المغانم من الدول الضعيفة كاليمن إسرائيل ستأخذ الكبش كله وحيطر كلهم شوية الفرو وشوية حاجات يعني عظم ومن معالم صفقة القرن أيضا التنسيق بين هذه الدول على مواجهة مشروع طريق الحرير البحر الصيني كما قلنا من قبل في حلقة سابقة أرخبيل سقطرة يقع في الكلب من هذا الصراع صراع أمريكا مع الصين لأن الأمريكان يتبنون عقيدة عسكرية تجاه هذا الأرخبيل الذي هو سقطرة كما يقول تقرير المركز العربي للبحث الدراسات خلاصة هذه العقيدة التي تتبنها أمريكا تجاه جزيرة سقطرة هي أن من يسيطر على هذه النقطة البحرية يملك مفاتيح السيطرة على البحار السبعة الرئيسية في العالم انطلاكا من المحيط الهندي ومن باب المندب وبحر العرب من زمان من زمان كان ينظر إلى سقطرة بمثابة قاعدة أو قلعة عسكرية أو نقطة عسكرية الأمريكان يعني كان ينظر له كذا ولم يكن ينظر إليها كمجال استثماري لا الأمريكان ولا غيره وهذا هو البعد الجديد الذي أضيف للجزيرة الآن يعني بالرغم من أن الإنجليز أو الإنجليز والبرتغال احتلوها من قبل ومكثوا فيها يعني مدة من الزمن إلا أنهم لم يعمروها وتركوها كما خلقها الله يعني لأنها كانت بالنسبة لهم نقطة عسكرية فقط يعني ما كانتش مشروع استثماري يعني ما كانتش فكرة استثمارية لكن بعد مجيء مشروع الحرير الصيني واتفاقية ميناء جوادر الباكستاني الذي يطير ميناء دبي مواني دبي شركة مواني دبي ويطيح بها بعد هذا المشروع وتضخم الصراع بين بعض دول الخليج وظهور النزع العدوانية للنظام الإماراتي بعد هذا كله الجزيرة تحولت أصبحت نقطة صراع سياسي واقتصادي ولهذا ظهرت على وسائل الإعلام الإماراتية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي تصريحات وتغريدات خطيرة ومستفزة بهذا الخصوص منها هذا التصريح لرئيسة مركز الإمارات للسياسات اسمها ابتسام الكتبي تعالوا نسمعها خلقية الموضوع هي أبعد من ذلك في أخلقية أن المحافظ المعين هو ينتمي إلى حجم الإصلاح والجماعة الأخوان المسلمين ومعروف العلاقة بين الإمارات وبين هذه الجماعة الإمارات تعتبر هذه الجماعة تخلفها جماعة إرهابية وخارجة عن القائم وبالتالي أيضا يأتي هذا التواجد الإمارات في سقطرة من زمان ليس بالأمر الجديد أنت تقولين دكتور ابتسام بأن تعزيز القوات العسكرية التي تم إرسالها إلى جزيرة سقطرة جاء ردا على زيادة أحمد بن ضغر إلى هذه الجزيرة؟ لا هو ذهب بعدين يحتاج لماذا؟ يضع حجر أساسي ماذا؟ هو ذهب من أجل غاية نفسه كيف يمكن أن نسأل رئيس وزراء ماذا ذهب ليفعل في مقعمة من هذه البلاد التي يفترض هو رئيس وزرائها؟ ألا تجدين هذا السؤال دكتور ابتسام غريبا بعض الشيء؟ الحكومة الشرعية التي تم على أساس صدور قرار الأمم المتحدة هي ليست هذه الحكومة الحكومة بحاحة هي تلك الحكومة الشرعية ليست هذه الحكومة إذا تتكلم تعلن أنت شرعية ليست شرعية هذه شرعية الحكومة في ذلك الوقت بأكملها هذا الذي تحدث عن الشرعية السيدة ابتسام أو الأنسة ابتسام لا ندري بتقول أيش اللي يودى رئيس الوزراء اليمني للجزيرة اليمنية شيء غريب يعني رئيس الوزراء هذا بتصرف تصرف غريب يروح جزيرة ليش؟ هكذا طرحت الأخت الإماراتية السؤال أما الإماراتيون فهم هناك لمواجهة كطر والإخوان المسلمين مبرر وجيه جدا المشكلة مش في هذا الكلام المشكلة في أنه لدينا جماعات سياسية نكائية حطوا خط تحت كلمة نكائية هذه لأني أبرز وصف للأحزاب السياسية والجماعات السياسية في اليمن هذه الأحزاب والجماعات السياسية النكائية مستعدة للتفريط في الأرض والعرض نكاية بخصمها الأسطوري جماعة الإخوان المسلمين أصبح خصم أسطوري فعلا يعني مثل الغول والعنقاء والشيء غريب يعني وهكذا لابد يعني أن يعقب الربيع صيف حار ثم خريف تتساقط فيه أوراك التوت التي سترت عورات البعض أعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل كصير ثم نعود لاستكمال الحديثي يبقوا معنا قال مراسل قناة بلقيس إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مواقع جديدة في عدد من الجبهات الجيش الوطني يحرر عدة مواقع جديدة هنا في سلسلة جبال حام أهلا بكم من جديد ذكرنا في المحور السابق ثلاث حقائق تخص موضوع سقطرة والأطماع الدولية فيها أو ما نعتقد أنها حقائق لأن الحقيقة هي الشيء الثابت الذي لا شك فيه وليس في السياسة إلا الكليل من هذه الحقائق لهذا أحيانا نضيف إليها ما يغلب عليه الظن ونسميه حقيقة يعني المجموعة الحقائق كليلة في عالم السياسة ومعظمها غلبة الظن أو ظنون وأحيانا نشيل من غلبة الظن إلى دائرة الحقيقة ذكرنا ثلاث حقائق في المحور السابق ونريد أن نختم بالحقيقة الرابعة والأهم وهي حقيقة بالمعنى الحرفي لا بغلبة الظن هذه الحقيقة تقول أن المطامع والمخططات والمؤامرات الأجنبية لا تنجح عادة إلا إذا توفرت الشروط المحلية لنجاحها وفي مثل أفريقي بيقول لن يركب أحد ظهرك إلا إذا كنت منحني أنت السبب إذا انحنيت لكل حي يركب ظهرك المؤامرات الأجنبية لا تنجح إلا إذا انقسمت الجبهة الداخلية واختلفت على نفسها كما هو الحال في اليمن ولهذا نقول أن الطغيان والاستبداد هو الذي يسهل مجيء الاستعمار والمطامع الأجنبية ولذلك نحن بنكره الاستبداد ولهذا نقول أن الديمقراطية هي الغراء الذي يمسك بكل أجزاء المكون الوطني ويلحمها في كيان واحد يصعب اختراكه الديمقراطية عادة في الوطن أنت مجموعة مكونات مختلفة ومتناكضة لكن ما الذي يجعل هذه المكونات المختلفة المتناكضة شيئا واحدا الديمقراطية هي التي تلحمهم لأنه الكل راضي خذ على سبيل المثال قبل أيام قليلة ظهر رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو على شاشات التلفزيون بطريقة استعراضية يستعرض ليكشف عن آلاف الوثائق السرية التي تخص البرنامج النووي الإيراني 100 ألف وثيقة تكريبا وثائق استطاع الجهاز الموساد الإسرائيلي الحصول عليها من إيران هذه الوثائق تدين إيران وتثبت أن لها برنامج نووي سري لأغراض عسكرية وهذا الكشف طبعا يعد ضربة قوية للأمن القومي الإيراني ويعد أيضا إنجاز كبير لأجهزة المخابرات الإسرائيلية في المقابل 100 ألف ملف سري تسربت من إيران إلى إسرائيل كيف حدث هذا؟ إيران دولة بوليسية قوية وعقائدية كيف تم اختراقها بهذه السهولة؟ السؤال بصيغة أخرى هل يمكن أن يتسرب سر مثل هذا بهذا الحجم في دولة ديمقراطية؟ هل يمكن أن يتم تسريب 100 ألف فوثيقة سرية؟ صح ممكن تكون سيدي عن برنامج خطير مثل هذا في دولة ديمقراطية؟ هل ممكن؟ الجواب صعب صعب تختارك دولة ديمقراطية لماذا؟ لأن النظمة الديمقراطية برغم أن ظاهرها الانفتاح وسهولة الاختراك إلا أنها متماسكة جدا لماذا هي متماسكة؟ لأن جميع مكوناتها السياسية راضية ما أحد عايش تغل جاسوس ضد البلد جميع المكونات لا تشعر تشعر بالرضى الديمقراطية تعني الديمقراطية تعني اتفاق جميع المكونات السياسية على الحد الأدنى من شروط الحياة السياسية فما دام الكل راضيين منه اللي عايش تغل مخابة يعني جاسوس ضد بلده ولهذا يصعب يصعب على خصوم النظام الديمقراطي اختراكه إلا بواسطة أفراد ممكن فرد اتنين بين فترة وفترة من السهل زراعة جاسوس أو أكثر في النظام الديمقراطي لكن يصعب أن تزرع جماعات سياسية كاملة تكون بدور الجاسوس مثل ما يحدث في اليمن هذه الأيام النظم غير الديمقراطية هي نفسها تكون بمهام الجواسيس ضد دولها إذا اكتظت مصلحتها ذلك كانوا يأخذوا من علي عبدالله صالح مباشرة المعلومات اللي يشتوها فما بالك بأحزاب وجماعات المعارضة السياسية إذا كان بلد مثل البلد اللي كان بلا راعي لأن النظام غير الديمقراطي يشعر بالخطر على مصالحه وعلى نفسه فيضطر لمراضات القوى الأجنبية الكوية لتوفر له الحماية والقوى الأجنبية لا توفر هذه الحماية اللي وجهه له توفرها بمقابل يعني لما كان علي صالح يشتغل ليل ونهار علشان يبني مشروع التوريث كان يعلم أن هناك ألف عائق وعائق أمام هذا المشروع وكان يتخذ كل الوسائل المشروعة والمحرمة لتجاوز هذه العوائق وتحقيق المشروع من هذه التجاوزات تفريطة في سيادة اليمن وكصص تفريطة في الحدود والأراضي التاريخية لليمن مع دول الجوار معروفة وكصص تفريطة في ميناء عدن والمنطقة الحرة اللي صالح نظام الإمارات معروفة وكل هذا كان من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق مشروع التوريث الذي وقدته ثورة فبراير هذا جزء من أسباب العداء لثورة فبراير من قبل هذه الدول من الإمارات وأمثالها هذه الدول كانت مستمتعة بنظام صالح مستفيدة وهذا هو سر حرص الإمارات على إعادة نظام صالح بأي ثمن إلى السلطة والجمهور المفروض يفهم لماذا هذا الحرص؟ والآن هناك أحزاب وجماعات سياسية أخرى تريد أن تكون بهذا الدور جماعات معارضة تقدم أوراك اعتمادها عند الكفيلة الإماراتية أو السعودية أو غيره الفكرة هي أن مخاطر النظمة المستبدة لا تتوقف عند استعباد الأمة وتجوئها وإهانتها وتمزيقها بس بل قد ينتهي الأمر بالتفريط في السيادة الوطنية السيادة الوطنية نفسها مثل ما فرط الإمام يحيى بن قبل في أراضي اليمن للسعودية لما حبي يعني شاف لما تلك خسارة وهزيمة أيامها ومثل ما فرط صالح وكما يفعل الحوثي اليوم حين كدم اليمن لكمة سائغة لكل الطامعين ومش في الناوي يتنازل ولا يقدم أي تنازل وهو عارف أنه بهذه الطريقة بدل ما يتنازل الإخوانا ويقول لهم تعالوا نسويه يعني النظام سياسي واحد يجبع الجميع يخلي اليمن عرضه للاحتلال وابتزاز الدول ويبتزوا الشرعية بسبب موقفها ولهذا نقول الديمقراطية هي الحل هي سفينة النجاح مش عبدة وإخوانا وما عداها مجرد تجريب للمجرب الذي أثبت فشله تعالوا نشوف نوتنياهو وهو يستعرض إنجاز مخابراته في اختراك النظام الإيراني المستبد الهش اشتركوا في القناة هناك نقطة لا بد من التنبيه لها هي أنه من حق الدول أن تتنافس على الاستثمار في أرخبيل السقطرة إذا فتحت اليمن باب التنافس في مجال الاستثمار إذا رأت أن هذا من صالح أمنها القومي واقتصادها لكن التنافس هنا لازم يكون تنافس على إقناع الحكومة اليمنية الشرعية كما قلنا إذا فتحت الباب لهذا النوع من الاستثمار وطلبت تقديم عروض تنافس على من يكسب ثقة اليمنيين ورضى الحكومة اليمنية في الأحوال الطبيعية في أحوال السلم هذا هو التنافس المكبول أما ما تقوم به الإمارات والسعودية فهو استثمار في خلافات اليمنيين وأوجاعهم من أجل السيطرة على مقدراتهم وجزرهم يعني استقطاع عرضيهم الإمارات اليوم تسيطر على أغلب الجزر اليمنية والسعودية بسطت على المهرة تكريبا وعند الدولتين مشاريع طويلة المدى كل هذه المشاريع تأتي على حساب السيادة اليمنية وحقوق اليمنيين مستغلين ظروف اليمن والمخيف ليس هذا فقط بل الشيء الذي سيترتب عليه فيما بعد اللي سيترتب على هذه الأطمع هو أن السعودية والإمارات لكي تضمنان وصالحهما غير المشروعة في اليمن ستعملان على عرقلة بناء الدولة اليمنية والحياة السياسية اليمنية لأنه عارفين أنه لو جاءت دولة قوية هتبدأت تطالبهم بحقوقها وتحاسبهم فلذلك عيحاولوا خلال الفترة القادمة يعني اضعاف بنية الدولة اليمنية وترك اليمن في حالة فشل هذا ما نخشاه وعيحاربوا بقوة كل ما طمحت إليه ثورة فبراير يعني المستقبل سيشهد تدخلاً سلبياً كبيراً من كبل هاتين الدولتين في شؤون اليمن كما نتوقع مشكلة هذه النظوم الدكتاتورية المستبدة أنها لا تستطيع أن تقيم علاقات مع الشعوب كان ممكن يقيموا علاقة مع الشعب اليمني وتكون علاقة تكافؤ ويستفيدوا لكنهم مش كادرين يسووا علاقة مع هذه الشعوب لأنها تعتبر الشعوب مجرد زوائد دودية الأمير منهم يقول لنفسها هذا الوطن هذا الوطن حصل الجدي وهو الرثلي ومن حقي يتصرف فيه كما أحب أغسله وكويه أفرده وطويه أنا حر هذا وطني وأنا حر فيه ويستغربوا لما الشعوب تطالب بحقوقها بيعتبروها قلة حياة منها لاحظوا كيف كنا إحنا اليمنين نقدر ونحب ونجل الراحل زايد بن سلطان أنا شخصيا كتبت عنها صفحة كاملة في صحيفة الناس قبل سنوات الحقيقة أننا كنا نحب الإمارات حتى أكثر من الكويت التي فعلت من أجلنا الكثير الإمارات لم تفعل لنا شيئا سواء أنها سواء تلك المداخلة البسيطة في سد مارد لكن كنا نشعر بوجود علاقات الصلة ومحبة هكذا يعني إحنا اليمنين نبعزق المحبة بدون حساب لكن حكومة الإمارات لا تعرف كدر الشعوب ولا تحترم إلا القوي سلوكها مع اليمنين فيه استعلاء وكبر حجيب من زمان منذ أن وقعت بيد أولاد زايد كلنا عارفين كيف كان يعامل المواطن اليمني في مطارات دبي وأبوظبي وكنا من هذا كالأيام نصرح ونتساءل كيف تكون العلاقة الجيدة بين الإمارات وبين علي عبدالله الصالح مع أن هذه الدول أو هذه الدولة تهين اليمنين كيف يقبل هذا الرجل كيف يقبل هذا الحاكم على أهل الإهانة علاقات جيدة معهم وهم يهينوا أبناء بلد ونسينا أنه علي عبدالله صالح كان يهين اليمنين أكثر وأكثر هو بنفسه وعرفنا حينها لماذا تستميت هذه الدولة في بقاء نظام صالح ومحاربة ثورة فبراير وأهدافها الحقيقة أن هناك قطاعات من اليمنين ما زالت موجودة لليوم لا تعنيها سيادة اليمن وكرامة اليمنين بقدر ما تعنيهم أحكادهم الخاصة على الحزب الفلاني والتيار الفلاني أخوانهم في الوطن أو مصالحهم الخاصة كانوا أخذين مناصب ومواكع عائلات مستفيدة من ذلك الوضع البائس وما يمومش بعدين اللي من تروح هين مراحل يحكمها عسكري يحكمها مستبد يحكمها إيش ما حكمها وهذا هو الفرق بيننا وبين الشعب التركي مثلا الأتراك هنا تعرضوا لمؤامرة النظام الإماراتي مثل ما تعرضنا في ثورة فبراير حاولت الإمارات ومن يكف خلفها ومن معها أن تسقط النظام الديمقراطي في تركيا تسقط الحياة الديمقراطية كلها تسلمها للعسكر مرة ثانية كما أسقطوا ثورة فبراير ومشروعها الديمقراطي لكن تعالوا شوفوا كيف كان الأتراك استجابة الأتراك للمؤامرة كانت مختلفة وعظيمة كل الأحزاب التركية كل الأحزاب التركية المتصارعة في وقت السلم وقفت صفا واحدا ضد المؤامرة وقالوا بصوت واحد لا للانكلابات العسكرية نعم لمعركة الصناديق الانتخابية لن نسمح بأن تعبثوا بتركيا فصيل من الأتراك تعاون معهم لكن الكل واجه وخرج الناس العاديين يواجهون الدبابات بأجسادهم والرصاص وماتوا وصنعوا ملحمة لا تنسى في اسكاطرلنك ملحمة ملحمة قصص فعلا ولا في الأفلام وما سمعناش أن الحزب الفلاني تآمر مع الإمارات نكاية بخصم الفلاني وقتها ما سمعناش هذا الكلام الشعوب هي التي تصنع كرامتها أو تبيعها في سوق النخاسة باختصار شديد بكيت مسألة اللابد من التنبيه لها هي مسألة الذريعة أي عدو خارجي يريد أن يخرب بلدك ويتدخل في شؤونك لا بد أن يبحث عن ذريعة تبرر له ذلك ما عايجي الشاكذا من الباب للطاق لازم يشوف للذريعة أمريكا لما أرادت اسكاطر العراق فعلت ذلك بذريعة السلاح الكيموي ولما أرادت احتلال الخليج فعلت ذلك بذريعة حماية الخليج من العراق وإيران تهديدات العراق وإيران اليوم الإمارات السعودية وغيرها تتآمر على اليمن سيادة وأرضا وثروة بذريعة محاربة الإخوان المسلمين المشكلة ليست هنا بل في وجود آذان يمنية تصغيل مثل هذا الهراء بدافع من أحقادها البدائية أحقاد بدائية ساخيفة ومطامع تافها أحزاب هشة ضعيفة تبحث عن مأوى الأمر أحيانا يتجاوز حتى المناكفة المناكفة السياسية مكبولة في الوضع العادي لكن أن يتصل لمستوى الخيانة الوطنية هذا أمر غير مكبول الإمارات والسعودية ومن يوجههما يريدون كسر الشرعية وكسر قوى فبراير لكي يخلوا لهم وجه اليمن وفي الأخير طبعا لن يحدث إلا ما نستحق أن نحن كيمنيين إحنا إذا فرطنا في حقوقنا لن ننتظر من الآخرين أن يكونوا أكثر أكثر مرؤة مننا وأكثر التزاما بقيام القيام السامية إحنا بأنفسنا فرطنا في أنفسنا وفرطنا في وطننا وفرطنا في حقوقنا كل واحد بقدر كل واحد بنسبة إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر